مليون دولار إضافة إلى الفائدة المستحقة وأصدرت المحكمة قرارها بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في موضوع الطعن المقدم من بنك أم القوين الوطني والذي حددت له جلسة في العشرين من سبتمبر المقبل وعقد مدته ثلاث سنوات مع شركة سيسكو للحصول على دعم للشركة وتحسين الخدمات وذلك لدعم نمو البنية التحتية لشبكة الشركة الحالية والمستقبلية وبمجب الاتفاقية ستحطل شركة دو على تمويل بإدارة شركة سيسكو كابيتل دبي ليميتد والتي ستزود دو بالتقديرات المتوقعة للتكاليف المباشرة وغير المباشرة على مدار الثلاث سنوات يتوقع الخبراء العقاريون أن يبدأ تأثير الاستثمارات التي تم ضخها من قبل الحكومات الخليجية على مشاريع البنى التحتية بالظهور على الأسواق المحلية خلال الاثنى عشر شهرا المقبلة وقد تم تقدير هذه الاستثمارات بأربعمائة وثين وخمسين مليار دولار واستخدمت حكومات الخليجة لإنفاق على البنى التحتية كوسيلة لتنوع الاقتصادات المعتمدة على النفط أتابع هذا الموضوع معي هنا في الاستوديو المهندس عقب عبد الكريم مدير إدارة المشاريع في سيلكت جروب وعضو اللجنة الفنية الاستشارية العليا بجمعية المقاولين في الإمارات مهندس عقب مساء الخير مساء النور أستاذ الطيب أهلا مرحبا بك إذن الدول الخليجية تخصص مليارات حوالي أربعمائة وخمسين مليار دولار للبنى التحتية التقرير يقول بأن 80% من هذه الأموال تتركز في السعودية في الإمارات في قطر على وجه التحديد حدثني كيف ينعكذ ذلك على الإنعاش الاقتصادي والعقاري على وجه الخصوص مما لا شك فيه أن الإنفاق الحكومي هو واحد من أهم العوامل لإنعاش الاقتصاد وخاصة إذا كان يتركز هذا الإنفاق في مجال البنى التحتية البنى التحتية إنشاء مثل هذه المشاريع كطرق جسور مطارات وموانئ يتطلب شركات كبرى للقدوم وتنفيذ هذه المشاريع الشركات الكبرى تتطلب عمالة ماهرة وإدارة وغير ذلك للانتقال إلى دول الخليج لتنفيذ هذه المشاريع هذا يفتح الآفاق أمام زيادة الوظائف والتي هي عامل مهم في إنعاش الاقتصاد زيادة الوظائف وزيادة الموظفين تنعكس بشكل إيجابي على زيادة الطلب على العقارات وبالتالي تغطي ما يسمى الأوفر سبلاي في السوق العقاري حاليا في دبي مثلا وعلى عكس ما هو في السعودية لا زال هناك طلب كبير وخاصة أن الحكومة ضخت أموال كبيرة في مجال البنى التحتية وفي مجال آخر أنها ساعدت الناس للاقتراض وعملت الضمانة اللازمة لأجل هذا الاختراض وبالتالي مما لا شك في أن هذه الانفاق وهذه الأرقام الضخمة جدا سوف تنعكس وبشكل إيجابي وكبير جدا على زيادة الطلب على العقارات نعم مهندس عقب بدعنا نأخذ الإمارات كمثال باعتبار أنها تضررت نسبيا من الأزمة المالية خاصة في المجال العقاري خاصة في دبي مثلا بواقع الانفاق المتوقع لدولة الإمارات وهي مع الثلاثة الكبار في هذه الحزمة من الانفاق كيف سينعكس ذلك على قطاعها العقاري؟ في شهر نوفمبر الماضي في شهر تشرين الثاني كانت الميزانية الحكومية 121 مليار ذرهم تنفق في عام 2011 لغاية عام 2013 خصصة منها 41 مليار ذرهم في عام 2011 من جملة 41 مليار ذرهم هذه يوجد 4% فقط لمشاريع طرق وجسور وبناء تحتية أي ما يمثل تقريبا 2 مليار ذرهم يجب أن تنفق في عام 2011 فقط على هذه المشاريع هذه المشاريع تحرك قطاع الانشاءات بشكل خاص ومما لا شك في أن قطاع الانشاءات عامل مهم جدا في تحريك الاقتصاد يوفر الفرص الكبيرة لكافة المجالات حين تتحرك شركة الانشاءات فكل سواء كانوا استشاريين سواء كل الناس تعمل في مجال القطاع أو موردين مواد أو تجهيزات وخلافه فأنا أعتبر من وجهة نظري طبعا أن القطاع الانشاء والتعمير هو أهم عامل في تحريك وإنعاش الاقتصاد في أي دولة كانت وكما ذكر سابقا أنه في 41 مليار ذرهم سوف تنفق على البناء التحتية في الإمارات مما يعني أن الحكومة لديها بعد نظر في هذا المجال وبالتالي ستشجع من ناحية على تحول بعض الشركات للاستقرار هنا وهو عامل رئيسي بالنسبة لكثير من الشركات في العالم أن يكون هناك عامل استقرار أن تكون هناك متوفرة كافة البناء التحتية اللازمة سواء كان مطارات بنوك موانئ واتصالات وطرق وجسود جيد وبالتالي يزيد ربما الإقبال على المساكن وبالتالي يحدث انتعاش في الإيجار في البيع إلى ما ذلك واحدة من النقاط المشار إليها هنا بجانب العمالة المدربة التي تأتي لهذه المشاريع وبالتالي تحتاج إلى مساكن هناك مناطق يتم إحياؤها عبر هذه المشاريع وبالتالي تمتد إليها خدمات ويحدث نوع من الانتعاش أليس كذلك؟ دعني أعلق على العمال التي تأتي تحتاج إلى مساكن ليس فقط المساكن سوف يتم الطلب عليها عندما تأتي شركات قطاع الإنشاءات يحتاج إلى كثير من الشركات للدعم سواء اللوجستي أو التوريدات وما خلافه وبالتالي سوف يزداد الطلب على المساكن والمكاتب أيضا لأن هناك شركات يجب أن تأتي وتؤسس نفسه وبالتالي تحتاج إلى مكاتب توفقني الرأي في هذا على ما أعتقد وبالتالي سوف يزداد الطلب على المكاتب وعلى العقارات بشكل قد يكون قليل بسبب الوفرة في المعروض حاليا في السوق العقاري ولكن خلال سنتين أتوقع أنه سوف تستقر الأمور وسوف يكون النمو بشكله الطبيعي نعم جيد طالما نحن نتحدث عن دون الخليج وأخذنا الأمثلة الثلاثة المتمثلة في السعودية وفي قطر وفي الإمارات باعتبارها صاحبة الثمانين في المئة من هذا الإنفاق السعودية بما لها من مدخول وارتفاع أسعار النفط وإلى مذلك هذه المسائل المعروفة ومبرر قطر تنتظر مونديال 2022 وتستعد له منذ الآن الإمارات تسعى ربما لقلب الطاولة على مكان من أوضاع لا نقول متردية ولكن ثابتة نسبية خاصة في مجال العقار صدر قانون بزيادة مدة التأشير والزيارة للمستثمرين في القطاع العقاري إلى ثلاث سنوات من ستة أشهر إنعكاس هكذا قرار على حركة القطاع العقاري وحركة الاستثمار في هذا القطاع أنا ذكرت في اللقاء سابق أن هناك توجه من الحكومة للمحافظة على طلب وزيادة سيقة المستثمر في الاستثمار العقاري وخاصة في الإمارات اليوم أكدت الحكومة دولة الإمارات أنها تمشي في هذا الخط وإصدار هذا القانون الذي يعطي الحق الإقامة لمدة ثلاث سنوات للمستثمر العقاري على أن تكون قيمة العقار حوالي مليون درهم وهي قيمة تعتبر منطقية جدا حتى أقل من الكثير من الدول في الخارج التي تعطي الإقامة على استملك المنزل قد تصل إلى 800 ألف دولار ولكن في الإمارات عبارة 272 ألف دولار وهذا رقم عادي جدا من المليون درهم هذه الثلاث سنوات أعطيت الاستقرار النفسي لكثير من الناس وحمستهم وشجعتهم على الاستثمار في العقار العقار معروف أنه ينام ولكن لا يموت هل برأيك هذه الخطوة جاءت متأخرة قليلا؟ قد تكون متأخرة بعض الشيء ولكن كل ما يروج له إعلاميا أنا أعتقد أنه لا يستند إلى وقائع أنا آتيت من قلب التطوير العقاري وأعرف ما هو موجود هناك مشاريع ولكن ما هو الموجود حاليا حتى إذا بحثنا الآن في الأسواق تبحث عن أجار لا نفتر إذا كوان الاستثمار في مجال تأجير أنك تمتلك شقة وتريد تأجيرها فالوارد نسبة الربح على هذا الأجار قد تصل إلى الثمانية بالمئة وهو معدل جيد جدا وممتاز وأن تأتي متأخرا الخيرا من أن لا تأتي دعني أن أتيز وجودك معنا مهندس عقبة في هذا اللقاء ختاما لكي نقف على الوضع الآن أو الحالي للقطاع العقاري وفق هذه المحطيات إلى أي مدى سيحدث نوع من الانتعاش نحن على النصف الثاني من العام واستشراف 2012 فيما يتعلق بأسعار المساكن بيعا وإيجار ذكرت في السابق أن الانتعاش العقاري يعتمد على عدة عوامل أهمها عامل التمويل عامل التمويل عامل مهم والآن نلاحظ أن هناك تحرك وتحرر من بعض المخاوف بشأن التمويل العقاري هناك أيضا عامل مساعد جدا هي القرارات الحكومية التي تساعد بشكل مباشر على تنشيط هذا القطاع ونلاحظ أن الحكومات بدول الخليج سواء بالإمارات بقطر حتى عمان أيضا والسعودية وهو الكم الأكبر يذهب إلى هناك التجهز بهذا الاتجاه طبعا مستفيدة من عامل ارتفاع سعر برميل النفض وأتصور أن القطاع بدأ يتعافى وهذا في مصلحة الجميع وخاصة في الإمارات وهو ماشي بالاتجاه الصحيح نعم مصلحة الجميع عند بعض المشاهدين الانتعاشي يختلن عندهم فورا بزيادة في الإيجارات وأسعار البيع حال يحدث ذلك؟ قد الانتعاش الاقتصادي لا يعني أن هناك طمع فما حدث منذ ثلاث سنوات خلال عامل 2007 كان شيء ليس طبيعي ولا يمكن الاعتماد عليه كمرجع والأحرى هو مرجع ليس جيد ولكن عندما أقول انتعاش أنه يتم الانتعاش بالاتجاه الصحيح والنمو الطبيعي فبالتالي قد يكون النمو 4 إلى 5% وهذا شيء جيد نعم إذن زيادة صحية تتماشى مع الموضوع الاقتصادي والدولة الاقتصادية برمتها أشكرك مدير إدارة المشاريع في سلة جروب ونحن اختيارنا كان موفق لك الليلة لهذا الحديث مهندس عقب عبد الكريم عضو ليني الفني الاستشاري العليا بجمعية المقاولين الإماراتيين مشاهديك كرام لازلتم تتابعون جرسة الأعمال من سي ام بي سي عربية بعد الفاصل